أهلا بكم إذن يمكن القول بأن هذا الأسبوع يحمل الكثير من البيانات الاقتصادية الثقيلة والقرارات الحاسمة التي تترقبها الأسواق العالمية وذلك واستاقتصاد مثقل أصلا بأزمات التضخم والاضطرابات الجيل السياسية ومخاوف الركود وفواتير الطاقة نبدأ من أسعار النفط التي تفاعلت مع توقعات أوبيك بلس لدراستها خفض الإنتاج في اجتماعها بعد غد حيث سادت أنبابي أنها تدرس خفضا بأكثر من مليون برميل يوميا لدعم السوق وهو أكبر خفض منذ جائحة كورونا وبعد أن طالت الأسعار تراجعات مستمرة الفترة الماضية قفزت اليوم بأكثر من أربعة بالمئة نراها عند مزيج برينت عند فوق الثمانية وثمانين دولار ونايميكس فوق الثلاثة وثمانين دولار الدولار الذي لقي ضعفا اليوم بعض الشيء بعد ارتفاعاتها القوية بسبب رفع الفائدة وتوقعات استمرار السياسة التجديد النقطي في الاجتماعات المقبلة استغل على إثر ضعفها الذهب وارتفع خلال التدولات على رغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم وفي بريطانيا ارتفع الجيني الاسترليني بعدما أعلنت الحكومة عن تراجعها عن جزء من خططها في الميزانية المصغرة بعد حدوث تقلبات قوية في الأسواق المالية الأسبوع الماضي حيث تم التراجع عن خطة إلغاء 45% من ضريبة الدخل وهبط على إثر ذلك البوند إلى مستويات حد أمام الدولار وكان ذلك الأسبوع الماضي مؤشر فينانشل تايمز البريطاني حس ندأه بعد تلك الأنباء ولكن الفوتسي وباقي الأسواق الأوروبية تراجعت وبقيت متراجع اليوم مع أنها حسنت أداءها قليلا منذ الصباح وذلك خاصة بعد تراجع نشاط المصانع في منطقة اليورو مجددا في سبتمبر متأثرة بفواتير الطاقة وهذا كله بعد تقرير التضخم الحاد الأسبوع الماضي الذي عزز توقعات رفع المركز الأوروبي لأسعار الفائدة بقوة أما في إيطاليا تحديدا هناك توقعت لوزارة الخزانة احتمال انكماش الاقتصاد الإيطالي في الربع الثالث من العام وأن يستمر في الانكماش خلال الربعين التاليين للمزيد ينضم إلينا محمد حشاد مدير قسم الأبحاث وتطوير في نور كابيتل وعضو الجمعية الأمريكية المحللين الفنيين أهلا بك محمد لنبدأ بالنفط الأسعار التي قفزت اليوم بأكثر من 4% طبعا على إثر اجتماع أوبيك المرتقب يعني هناك تحاليل بأن حتى استمرار ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى قد يؤثر سلبا أيضا على الاقتصاد العالمي ما رأيك وما المتوقع؟ النفط الخام استهلت عملات الأسبوع الجاري على ارتفاعات ومكاسب جيدة سجل ارتفاع أكثر من 4% نشاهد بخام النفط الأمريكي يهاجم مستوى 83 دولار و30 سنت للبرميل الواحد عامل عديدة تكاتفت لدفع أسعار النفط إلى الأعلى استفاد بشكل كبير من ارتفاع سقف التوقعات بأن الاجتماع القادم لمنظمة الأوبيك قد تعيد النظر في خفض الانتاج ولكن هذه المرة خفض الانتاج قد يكون بكمية تصل إلى مليون برميل يوميا وإلى الآن لا يوجد أي توقعات بأن يكون هذا الخفض على دفعات أو يتم على دفعة واحدة وإذا تم فعلا خفض هذه الكمية ستكون المرة الثانية وهي الأكبر منذ بداية وباء كورونا وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل كبير المملكة العربية السعودية وروسيا أعتقد الآن يوجهون الانظار أنهم يريدون برميل نفط حول مستوى 100 دولار للبرميل الواحد استفاد أيضا من تراجع الدولار الأمريكي لأن النفط المسعر بالخام الأمريكي استغل تراجع العملة الأمريكية لأنه حيكون أقل تكلفة على حاملة العملات الأخرى طيب سنعود إذا الدولار ولكن دعنا نبدأ مع أو نستبق الباوند الجنال استرليني رأيناه عداء للارتفاع على إثر طبعا إلغاء جزء من الخطة الحكومة هل هذا الارتفاع مؤقت؟ الحكومة البريطانية أعلنت عن تعديل بعض القرارات الضريبية وزير المالية البريطاني صباح اليوم يعني أعلن أن بلاده أو حكومته لن تمضي قدما في خطة خفض الضريبة التي بلغت 45% أعتقد أنه كان قرار جيد استمعت الحكومة البريطانية لما عكسه صندوق النقد الدولي من اعتراضات استمعت أيضا الحكومة جيدا لما عكسته الأسواق المالية بعد أنهيار الجنيئة الاستريني لأدنى مستوى ليه أمام الدولار 1.350 وجهة نظر الشخصية أن هذا القرار يجعل الحكومة البريطانية تركز على الأجزاء الأساسية في خطة النمو القادمة والمفترض أن يتم الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر القادم وأيضا قرار جيد جدا بتدخل البنك بشراء السندات الحكومية أعتقد قد يشهد الجنيئة الاستريني بعض الارتفاعات ولكن لا تزال الارتفاعات مؤقتة لحين أن يستقر سعر صرف العملة أمام الدولار طيب محمد ما رأيك بتراجعات مستمرة على الذهب والتي من الواضح أن الارتفاعات مستبعدة على المدى المتوسط لناقل ما رأيك ومات المتوقع؟ حاول استغلال تراجع الدولار الأمريكي وحقق ارتفاعات بسيطة أو ارتفاعات متوضعة لـ 1675 دولار للأنصة الوحيدة ولكن على الرغم من كون الدهب هو الملازق الآمن وأدالة تحوط ضد تقلبات الأسواق الحالية وضد تقلبات التضخم يعني ما فيش ارتفاعات بشكل جيد لأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار الأمريكي بيزيد من تكلفة حيازة السبائك وبيجعل المستثمر الذي كان يربح سابقا من عوائد سندات الخزانة الأمريكية أصبح الآن بيكسب منها بشكل أفضل أو بأداء أفضل ومضمون أكتر من الدهب يعني يبدو أن هذه التراجعات ستزيد خاصة مع نهاية الأسبوع مع صدور بيانات التوظيف الأمريكية ما السيناريو المرتقب؟ إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية بشكل جيد أعتقد ده سيدينا تصور أن الفيدرالي ماضي في رفع سعار الفئدة وبالتالي سيزيد من الضغوط السلبية على الدهب نعم محمد عشاد مدير قسم الأبحاث وتطوير في نور كابيتل وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين شكرا جزيلا لك شكرا بيك